السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم الضيوف الأعزاء من الأشقاء والأصدقاء الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء أحيي الأشقاء في وجودهم في بغداد السلام مثمناً مشاركتهم في هذا المؤتمر والعمل الدؤو في التنسيق والتعاون في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وكذلك أوجه التحية للجهود المخلصة في وزارة الداخلية لإقامتها هذا المؤتمر المهم الذي يستهدف معالجة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه العراق والعالم وهي مشكلة المخدرات فهذه الآفة المدمرة ما عادت مجرد سلوك شخصي ينحصر تأثيره بدائرة الشخص أو المجموعة الضيقة التي تتعاطى المخدرات أو تروج لها بل صارت تمثل تهديداً حقيقياً وخطراً داهمة يطال الأمن الداخلي والقومي للدول فعلى المستوى الداخلي يتراتب خطر المخدرات بشكل متسلسل يبدأ من تفكيك النسيج الاجتماعي للأسر المبتلات بالمدمنين بالإضافة إلى ما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وسلوكيات ضارة تتسبب بتوفير بيئات للجريمة بكل أنواعها لكن الخسارة الأكبر بكل تأكيد هي خسارة المجتمع لبعض الأفراد الذين أدمنوا إما بإرادتهم أو جرى استدراجهم من قبل معدومي الضمير من تجار المخدرات ليستغلوهم في الترويج لسمومهم الفتاك أما على المستوى القومي فإن تجارة المخدرات صارت معضلة دولية تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود بل إنها صارت أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية وهو ما تم تثبيته بالوقاع والدلائل لهذا يتطلب الأمر تعاوناً فوق المعتاد بين الدول من أجل تحجيم خطر المخدرات وإنهاء شرورها المحدقة بالدول وشعوبها ولا شك في أن معالجة قضية المخدرات تستلزم تنوعاً في طبيعة هذه المعالجة وهو ما عملنا عليه في هذه الحكومة منذ انطلاق عملها التنفيذي فبعد يومين فقط من مباشرتنا في الحكومة اتخذنا قراراً بربط مديريات بغداد والمحافظات بالمقر العام لمديرية المخدرات بدلاً من قيادات الشرطة من أجل اتخاذ قرارات مركزية حاسمة في هذا الصدد ونحن في طور النقاش في تشكيل جهاز أو وكالة لأهمية مواجهة هذه الظاهرة وكذلك خصصنا في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في بداية هذه السنة مواقع من وزارة الدفاع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات لتأهيل مقار ومواقف ومصحات لإعادة تأهيل من ألقي القبض عليهم من المدمنين والمتعاطين إيماناً منا بأن مشكلة المخدرات يجب أن يحضر فيها الجانب الإنساني قبل الجانب العقابي بالنسبة للمتعاطين والمدمنين وهو ما أثبر عن نتائج مهمة للكثير ممن انتظموا وجاءوا بملئ إرادتهم من أجل العلاج من حالات الإدمان فضلاً عن ذلك فقد أطلقنا العمل بستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات للسنوات 2023-2025 من أجل أن يكون بلدنا خالياً من المخدرات وأثارها بالإضافة إلى توجيهاتنا بتشكيل لجاناً خاص بالتعديل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وهذه الجهود توجت بعقد مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات في الشهر القامس من هذا العام لكن آفة المخدرات لا تقف حدود معالجتها عند الإجراءات القانونية أو العقابية بل إن الحل يأتي من القضاء على المبررات والأسباب التي تدفع للإدمان والتعاطي والمتاجرة من خلال توفير حياة حرة كريمة وفرص عمل تستقطب الشباب ومشاريع نستثمر فيها طاقاتهم بدلاً من إنجرافهم نحو الإدمان نحن هنا نركز على الشباب مع أن الإدمان لا عمر له لأن الشباب هم الذين نعول عليهم في بناء البلد ولأن مجتمعنا من المجتمعات الشابة لهذا واجبنا جميعاً تحصين الشباب وحمايتهم من هذه الآفة وغيرها فضلاً عن هذا فإننا يجب أن نستنفر جميع الجهود من أجل تطويق خطر المخدرات من خلال الاستعانة بالتوجيهات الدينية والاجتماعية وكذلك يمكن استثمار الشخصيات الاعتبارية في المجتمع من ناشطين ورياضيين وفنالين وأكاديميين ومشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تشكيل فريق ساند للقوة الأمنية المعنية بموضوع مكافحة المخدرات إلا أن المسؤولية الكبرى تقع عليكم هنا في وزارة الداخلية لأنكم في خط المواجهة الأول ونعلم أيضاً مقدار التضحيات التي قدمها أبطال الداخلية في هذه الحرب المستمرة التي تماثل حربنا على الإرهاب لهذا فالمطلوب منكم اليقظة والحذر والاستعداد سواء من خلال تحديث الخطط الأمنية أو من خلال تطوير أداء الأجهزة المختصة عبر زجها بدورات تدريبية ولإفادة من آخر التطورات التكنولوجية ومثلما أننا نقف بإجلال أمام التضحيات العظيمة التي قدمها أبطال الداخلية في حرب مكافحة المخدرات فإننا نستذكر هنا الوقفة الشجاعة التي وقفها رجال القضاء في هذه الحرب فلم تثنهم التهديدات عن مواجهة عصابات المخدرات وتهديداتها نستذكر هنا بكل فخر الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي المتخصص بقضايا المخدرات الذي استشهد ببسالة وهو يواجه عتاة المجرمين المسؤولين عن إعراق البلد بسموم المخدرات لهذا ومن باب الوفاء لهذه التضحيات ومن أجل تحصين مجتمعنا من العابثين بأمنه ندعو رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين بقضايا المخدرات التي اكتسبت الدرجة القطعية إنفاذا للقانون وحتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بأن يهدد أمن بلدنا وشعبه أبارك لكم هذا المؤتمر المهم ونأمل منكم بذل نزيد من الجهود فأنتم درعوا أمن العراق الداخلي التي يتحصن بها أمام الأخطار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة